اشتركوا في القناة للاكل الصحي والمكملات الغذائية الصحية نحافظ على صحة عظمنا ده اللي حنتكلم فيه مع دكتورة دينة ابو سعودة المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرالز اللي دايما بتساعدنا بوجودها معنا صباح الفل عليك صباح الخير يا كريم الحمد لله كله حل جميل نهاردة حنتكلم عن موضوع أنا كنت معتقد أنه كان مرتبط طول عمره بكبار السن فقط لقولك ايه اللي عن ناس بقى اللي هي خلاص بقى وسط لمرحلة ما فوق الستين خمسة وستين سبعين فبطبيعة الحال موظمهم بيشتكوا بقى من العظم ووروكب يا بنتي والنوع ده من جميع ايوا صح على طول هشاشة العرب والمفاصل وممكن يحصل مع اي خبطة كسر كسور دي مشكلة كبيرة ليه لأن كتير من الشباب للأسف عدم الحركة اللي هو ما بيلعبوش رياضة ما بيمشوش دي من من أكتر الحاجات اللي بتضعف العظم جدا لأن العظم عندنا وإحنا صغيرين العظم بيتجدد ده الطبيعي اللي ربنا خلقه وبعد سن معين يعني في سن الثلاثين بيوصل لزروة كسفة العظم هشاشة العظم يعني كتلة العظم تبقى كويسة بنوصل للثلاثين سنة كسفة العظم بتوصل لزروتها بعد الأربعين تجديد العظم بيقل وتفتيت العظم بيزيد يعني ايه تجديد العظم أصلا دينا العظم بيتجدد على طول يعني وإحنا صغيرين بتلاقينا منطول لما منكبر بنقصر ده فعلا على فكرة لا والله اه طبعا هالنص الأولاني معروف ايوة لكن التالي دي جديد علي لا لما منكبر شوية العظم بتاعنا بيكسفته بيقل بنكش أنا فجرة جدتي قبل ما توفى قصرة خالص الله يحب ففعلا ده اللي بيحصل ده اللي ربنا خلقه ده ده التوازن بنيجي في سنه معين قريدي العظم لما بتجدد فيه عظم بتتلف بقالتال العظم خلاص وقف يعني العظم زي الخلايا كده طبعا هو خلايا كلها نخاء العظمي كل ده خلايا طبعا ستات بعد انقطاع الدورة بيحصل لها شاشة عظم لأن نسبة الاستروجين هرمون الأونوسة بينخفض عندها فلازم هتمشي مع الدكتور مع طبعا قلب مالتي فيت اللي هتكلم عنه انه بيدعم العظم جدا بس لو قلتلي الشباب الشباب عدم الحركة قلة التمارين المشروبات الغازية اللي بتمتص الكالسيوم اللي هقول عليه لأن المشروبات الغازية بتمتص الكالسيوم والعظم محتاج كالسيوم التدخين مصيبة أي حد بيدخن يتجنب التدخين لأنه بيعملها شاشة عظم لأن التدخين بيضيق للأوعية الدموية العظم عايز دم احنا اتكلمنا قد ايه الدم ومهم وللدرجات التدخين سلبياته مسماعة في كل حاجة طبعا الواحد بيوفاهم بس ان العكساته السلبية بتكون عارة الرئة لا تدخين في كل حاجة مش بس الرئة الرئة والقلب والعظم والدم كل حاجة كل حاجة فالتدخين لما بيضيق للأوعية الدموية العظم عايز دم عايز يتغزة فما بيوصلوش الغازة الكفاية فبيحصل هشاشة عظم الاكساس من الكافيين كل يوم نشرب 6-7 قهوة والكافي والحاجات دي ده بيعمل لي مشكلة احيانا بتلاقي شباب بيمشوا مع نفسهم كده على كورتيكوستيرويدز او الكورتيزونات الكورتيزونات ما تتخدش غير فقط تحت اشراف الطبيب لان الكورتيزون بيقللي جدا كسفت العظم فبيتاخد في فترة معينة زي ما الدكتور بيقولوا نبطلها مش ماشيين على كورتيزونات هي صحة العظم محتاجة اكلات معينة طبعا صحة العظم محتاجة كالسيم نقدم الزبادي والحليب محتاجة فيتامين دال لا يعني لازم كل مرة برضو اكلم على فيتامين دال قد ايه مهم لكن لا غنى عن الاكل الصحي لا غنى عن المكملات الغذائية لان احنا مش كل يوم هنعرف نوصل كالسيم في جسمنا طبعا البي مالتي فيد داعم جدا لهشاشة العظم هشاشة العظم ستات ورجال بعد سن السبعين بيجالهم هشاشة العظم طيب لان برضو هورمونات التستستيرون بتأصل على هشاشة العظم طيب ايش معنى بقول ناخد ناخد البي مالتي فيد لانه مدعم جدا للعظم من اهم معدن محتاجه العظم الكالسيم طبعا عظمه اسنان طبعا محتاجين فيتامين سي طب فيتامين سي اللي دخلوا في العظم فيتامين سي بدعملي الحديد فالدم هيوصل كويس الاكسوجين هيوصل كويس فيتامين سي بيجددلي بروتين الكولوجين هل عشان كده كان فيه موروث قديم عند الامهات وجداتي دايما الادفال الصغارين يهتموا انهم يقعدون في الشمس فترات معقولة يقولك ده كويس لعظمهم ده اكيد ليه الشمس كويس لعظمهم عشان فيتامين دال فيتامين دال مهم جدا للعظم والمناعة والشعر والبشرة والوقايم الامراض لكن فيتامين دال ما بتاخدش غير بعد ما بعمل التحليل بتاعه في الدم لان فيتامين دال قابل الدوابان في الدهون فالزيادة منه بتخزن في الخلايا فدي حاجة مهمة الشمس مهمة جدا احنا دلوقتي فصل الشتة ما فيه الشمس فأكيد بنصح ان احنا ناخد سابليمت فيه فيتامين دال بعد ما نعرف انه هو اقل من 20 في الدم فدي حاجة مهمة طيب الشمس مهمة لفيتامين دال طب ايه اللي دخل فيتامين دال احنا على طول نسمع كالسيوم كالسيوم اشمعنا فيتامين دال مهم للعظم لان الكالسيوم حتى لو اخدته لن يمتص غير بوجود فيتامين دال فيتامين دال هو اللي بيسحبه ويوصله للخلايا فعشان كده مهم طيب فيتامين سي مهم في ايه يا دكتورة دينا لان طب فهمنا الكالسيوم فيتامين سي لحكتين بيزود لي امتصاص الكولاجين الكولاجين بينقص زي ما كتلة العظم بتنقص الكولاجين بينقص الكولاجين مهم جدا اللي هو الموجود في الغضاريف المفاصل لما تتحرك مبقاش فيها خشونة يعني بعد تقدم في السن السائل ده بيقل البروتين الكولاجين من اهم البروتينات 90% من جسمنا عبارة عن كولاجين للبشرة والمفاصل والكلام ده كله طيب فيتامين سي من الفيتامينات اللي ربنا خليها هتساعد لي على امتصاص الكولاجين فاعتقد بقلب مالتي فيت هندعم جدا كتلة العظم وكسافة العظم وصحة العظم عندنا وصحة السنين ايه الحاجات اللي لو حصلت ابتدي اقلق على اننا عندي مشكلة في العظم وتحديدا هشاشة هل الام معينة هل طبعا الام الرجل الرجبة الام الظهر الرقبة كل الحاجات دي ساعات بتلاقي فيه تقوص انحناء بنلاقي نفسنا بنقصر واحنا مش في سن السبعين عشان نقصر من دلوقتي كل ده بيبين عندي هشاشة عظم بلاس اللي بيشرب مشروبات غزية كل يوم خمسة ستة سبعة اكيد هو اكيد من غير ما ما يجي له مشاكل هيبقى عرضة لحشاشة عظم اكيد طيب نرجع بقى تاني لل الب مالتي فيت بالزبط كده وانعكسات وقات طيبة وايدي البيضاء على الملف ده بصفة خاصة هشاشة العظم طبعا مهم برضو اقول انه مرخص الب مالتي فيت واخد ترخيص سلامة هيئة سلامة الغزاء لان على طول انا بقول محدش ياخد مكمل غزاء غيره هو واخد الترخيص مهمة او يقول يا كريم لان كتير بيبعتولي على السوشال ميدي احنا عايزين قلب مالتي فيت هو مش عندي على الصفحة بتاعتي هو موجود في السيدليات اقول لهم يا جماعة والله موجود في السيدليات كلموا السيدليات لجنبكم وهيبعتلكم قلب مالتي فيت ده يديك امان عشان ما ناخدش حاجة مصنع اللي عامله مصنع واخد ترخيص مصنع محترم العبوة يا كريم فيها ثلاث شرايط كل الشريط فيها عشر كابسولات الكابسولة يا كريم يعني شهر شهر العلبة شهر العلبة شهر طبعا سعرها مناسب جدا لكل فئات المجتمع الفئيل والغني الكابسولة اللي احنا شايفينها قدامنا ده الكابسولة الوحدة في قلب مالتي فيت عندي فيتامين سي المهم جدا للعظم ومهم جدا للمناعة ومهم جدا للطاقة ومهم انتي فيرل على فكرة مضاد للفيروسات كوي عندي فيتامين اي مهم جدا لو هتكلم على فيتامين اي مهم للأكسادة فهيدعم صحة القلب وصحة الشرايين وعدم تصلب الشرايين وعدم أكسادة الدهون الثلاثية برضو موجود الدهون الضرة يعني برضو موجود في قلب مالتي فيت عندي الكالسيوم اللي اتكلمت عنه طبعا الكالسيوم مهم جدا للعضم ومهم لصحة القلب يمكن الناس مش عارفة ان الكالسيا مهم لانقباضات عضلة القلب عندي فيتامين بي كومبليكس بكل أنواعه فيتامين بي 1 فيتامين بي 2 فيتامين بي 3 عندي طبعا الريبورلوفين والبانتوثينيك أسيد الفوليك أسيد فوليك أسيد مهم جدا للستر حامل كمان لأنه هو اللي بيمنع تشوه الأجنة لأنه هو اللي بيخلق الخلايا العصبية أو بينتك الخلايا العصبية هل هشاشة العظام لها اختبار ما أشعة ما تحليل ما ممكن الواحد يلجأ له بيبقى فيه أشعة طبعا أشعة سينية بيروحوا المعمل بيعملوا أشعة كتلة العظم عندهم تبقى قدئ وهل هو عرض لهشاشة عظم ولا لا بلس أنا على طول بقول لازم نعمل تحليل كل 3 شهور أو كل 6 شهور فيتامين ديل مهم قوي والكالسيا عشان نعرف نسبة الكالسيوم قد إيه ونسبة فيتامين ديل قد إيه كده حعرف أن جسمي قدر يمتص الكالسيوم اللي أنا باخده من ألب مالتي فيت طب هل ألب مالتي فيت في حالة أن أنا قردي عندي مشكلة في هشاشة العظام في الحالة دي باخده كعلاج للمشكلة أو كداعم للعلاج اللي لازم أمشي عليه أصلاً وجود من خلال كل المكملات الغذائية هي داعم يعني لا غنى عن الدكتور ولا غنى عن الرشدة بتاعته ولا غنى على الأدوية بتاعته الدكتور اللي بامشي عليه لكن قلب مالتي فيت هيدعم لي جداً جداً يعني مع الرشدة هاخد قلب مالتي فيت هيدعم لي جداً جداً صحة عظمي وصحة غضريفي والعمود الفقري القعدة الكتير نمشي المهم أننا نمشي مش قادرين نعمل رياضة حركي الدورة النموية في البيت الست القعدة في البيت بتشتغل بإيدك تشتغل بنفسك قوم ينظفي على فكرة في الحركة بركة يعني عطول بتقول كده في الحركة بركة ما تعوديش على الكرسي قعدة فتحة تلفزيون وما بتتحركيش ده بيقلل لي كسافة العظمي جداً مع قلب مالتي فيت مهمة أقول أنه بيتاخد قرص واحد بس في اليوم بلاش إفراط في المكملات الغذائية القرص باخده الصبح عشان أدعم العظم وأدعم طقتي عايزة طبعا أنا عايزة يا دين أقوم أشتغل في البيت وعمل بس عندي كسل بنشوف الكسل وبنشوف الخمول في كل الأعمار ما بقاش دلوقتي جدو جدو تيتاو لا أنت بتشوف ده جدو بيبغنشط من حفيد ببتين من الأحيان عايزة أقول أيوة ده مشكلة في الحفيد ده واعد مرنخ من بيتنا مرنخ وقاعد لا أنت دلوقتي وقت طاقتك وقت أنك تثبت نفسك وقت أنك تشتغل تحقق أهدافك فلازم ندعم الطاقة بقلب مالتي فيت هل في محزين معينة لاستخدامه هل في ناس عندها مشاكل معينة مثلا في القلب في السكر في الكوليسترول في الضغط أنا بنصح أي حد عنده أمراض مزمنة من أمراض قلب أو سكر أو ضغط ياخد قلب مالتي فيت بالعكس هيدعم جدا لأنه بيمنع الأكسادة زي ما أنا قلت فبيضبط مستوى الكوليسترول في الدم مع الأدواء اللي احنا بناخدها وبيضبط القلب وبيضبط مستوى السكر لمرضى السكر مع أكيد البرسكريبشن بتاعتنا أكيد بس الاتنين اللي بقولهم أن نحن تحت استشارة طبيب الفئة صغيرة جدا يعني اللي عندهم مشاكل في الكلا أو اللي عندهم مشاكل في الكبد ممكن يستشيروا الطبيب مع أي مكملات غذائية مش قلب مالتي فيت فقط لكن كل الناس ستات رجالة شباب من سن 13 سنة الشباب دلوقتي عندهم امتحانات عايزين تركيز عايزين طاقة عايزين يفتكروا المعلومات اللي بيذكروها دعموا صحة أعصابكم ودعموا موتكم لأن انت بتشوف للوقت الشباب عندك اكتئاب من الضغوط النفسية دعموا موتكم وصحة أعصابكم وتركيزكم مع قلب مالتي فيت اللي مليان فيتامين بي كومبليكس من جميع العائلات ومن أهمهم كمان فيتامين بي 12 دعموا صحةكم بالفيتامين إي لأن الفيتامين إي بينشط للدورة الدموية جدا فبينشط الدورة الدموية حتى في الدماغ دعموا صحة صحةكم كمان بالكالسيوم عشان عظموكم تقدروا تمشوا وتيجوا وتروحوا وتقوا من هشاشة العظم طبعا مرخص من هيئة سلامة الغذاء متوافر في جميع السيدة الستة الحاملة تستخدمه وما فيش أي مشكلة الستة اللي بتردع بتستخدمه وما فيش أي مشكلة خالص معها طبعا ولو هم نتكلم في هشاشة العظم هما الستات أكيد بيبقوا أكتر عرضة من الرجال في هشاشة العظم طيب هل هل الناس اللي أسبب وفي فئة من الناس كده اللي هي بتتعامل مع الملف بتاع المالتي بيتامينز بشيء من الغشومية اللي هو إيه اللي هو عندهم تشكيلة كده ككتيل من أنواع مختلفة من المالتي بيتامينز وكأن النوع واحد بس الاستمرارية عليه مش كافية فده إلى أي حق إلى أي درجة الموضوع ده غلط لا طبعا ما ينفعش الإفراط في المكملات الغذائية إطلاقا وبالذات الفيتامينات القابلة للزوابان في الدهون لو زادت بتتخزن بتتخزن في الخلايا وبتعمل لي مشاكل التلاتة القابلين لو حصل زيادة بيحصل لهم بيحصل مشكلة فيتامين دال فيتامين ك فيتامين ألف ما هي مشاكل اللي بتحصل نتيجة الإفراط في تناوله بيحصل لهم مشاكل بقى صحية لأن الحاجة الزيادة عن الحد بتتقلب ضد بيحصل مشاكل في المفاصل وفي العظم يعني أنت عندك الكالسيوم لو زاد قوي 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 عشانا بقول هو قرص واحد في اليوم كفاية جدا بيحصل بيعمل ترسيب ترسيبات قصدي مش ترسيب فمهم جدا نحن ما نفردش في المكملات الغذائية قلب مولتي فيت كفاية أو إن أنا أخذ قرص واحد مش محتاجة أكتر من ده قرص فيه كل الفيتامينات والمعادن اللي هتديني الطاقة وهتديني المناعة وهتديني صحة جيدة بقول إن هو يمشي عليه لأنه تركيزاته مش كثير التركيز نفسه بصفة خاصة الحتة دي بتاعت المالتي بيتامينز فيه ناس بتتعامل معهم من منطلغ زيادة بمبوني بمبوني يا كريم بلزبط لا وانطلاقا من فكرة إن أنا كل ما زود الإنبوت جوا جسمي من الفيتامينز فكلمة فيتامينز معناها إنها حاجة مهمة وحاجة مفيدة فليه لا إن إحنا ما نعودش نبلبع منها كثير وطبعا الفيتامينز حاجة مهمة ومفيدة ناخدها كل يوم بالاعتدال بالاعتدال لأن أنت عندك لونيس باولينج من أكبر علماء الكيميا واخد جزيد النوبل عمل دراسات على أهمية الفيتامينات والمعادن وفي دراساته قال لك أي بني آدم توصل للمعدن الناقص عنده أو الفيتامين الناقص عنده هيقوي نفسه من أمراض كتيرة جدا جدا فلازم ندعم جسمنا بالفيتامينات والمعادن يوميا أصلا قلب مالتي فيت مالوش سمية إطلاقا الإكسيد منه هو مش هيحصل أصلا إكسيد لأن تركيزه مناسبة والترخيص اللي احنا واخدينه مناسب جدا إن احنا ناخده يوميا بس هو كده كده فيه تحاليل بتبينك أنت عدك نقص في أي فيتامين بالتحديد آه طبعا مش كده يعني متفصلة معادل مغنيسيوم الحقيقة لأن المغنيسيوم المعدن برضو بيسموه المعدن المال لكن المغنيسيوم موجود في العضلات والأنسجة والخلايا مش موجود في نسبته في الدم بتبقى 1% المغنيسيوم لما عندي كرامب خد مغنيسيوم عندي شد عضلي لأن المغنيسيوم قلت هو مع الكالسيوم لازم مع بعض مغنيسيوم هو اللي بيعمل انبساط بالمناسبة برضو كويسة ننتي قدت النقطة دي الشيء بالشيء يوسكر الناس اللي بتعاني من اللي هو الكرامبات الكرامبات هل لازم يعودوا فترة معينة ياخدوا مثلا مغنيسيوم بشكل يومي ولا ياخدوه عند الإحساس بس بالكرامب لا ياخدوه عند الإحساس بالكرامب بس وهو موجود في الموز يعني ناخد مزايا في اليوم مافيش عندي أي مشكلة فيه المغنيسيوم وفيه البوتاسيوم البوتاسيوم مهم جدا 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 للقلب مايتعملش معاملة المالتي بيتامينز يتخب بشكل يومي مغنيسيوم لا احنا عندنا داخل قلب مالتي فيت مغنيسيوم ستريت بس از ان اكتف انجريزيينت وبيعمل لوبريكنت بيعمل ملين حلو للقولوني أو قبل ما نختم بقى لقاءنا الحلو ده معك يا دكتورة دينة هل في عادات خاطئة احنا بنعملها سواء في طريقة ممارستنا لحياتنا او في طريقة اكلنا او في اختياراتنا لأكلنا بتنعكس بالسلب على العظام وبتؤدي اليها شاشة العظام طبعا الكافيين الاكساس المشروبات الغازية التدخين السكريات والاكل المقالي والمسبك بس دي ضربة قاسبة لكتير من الامهات اللي بيمشوا حالهم بالحاجات اللي توقعيه نص مقلية وربع ماشوية نعم المقالي مرة في الأسبوع مش لازم كل يوم يأكل مقالي 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 لان الزيوت النباتية واكسادتها بتخش انت تبوز لي خلايا كتير وقد يؤدي الأمراض خبيثة طبعا المقارمشات والبطاطس المقالية مش هينفع طبعا مش هينفع طبعا لا انا انا احب يعني متزوديش معاها قوي او متزوديش معاها قوي وبعدين على فكرة لو انت ما عودتهاش على السكر بقى لما تكبر لما تيجي تاخد السكر يعني انا مصلا زمان من 4-5 سنين كنت بحب السكر جدا وحط معلقتين سكر لغاية ما حصل لي من القصة دي فقلت خلاص لازم اعمل حد للسكر دلوقتي لو حطيت معلقة سكر فانسكافيه بتجزعي مش قادرة فدي حاجة صحية يعني الواحد ممكن يطوع نفسه ويطوع جسمه على الحياة الصحية بالعافية حب الحاجة اللي تفيدك ويسيب الحاجة اللي مش هتفيدك لازم كلام مصبوط مليون في المية نورتينا واسعتينا وقفتينا دكتورة دينا بسعود نورتينا وان شاء الله نشوفك على خلف حلقات جاية من البرنامج وكل الشكر لحضراتكم وعلى حسن المتابعة ان شاء الله ننتقل في يوم جديد وحلقة جديدة وعشة الصبح في الاهلي صباح الفل عليكم